على نتائج مشاركته يوم أمس بالقمة الثلاثية في عمان وحث الوزراء المعنيين بالتواصل مع نظراءهم في المملكة العردنية الهاشمية وكذلك جمهورية مصر العربية وتعلمون أيضا أن قد تم تبني مقترح العراق يوم أمس بالقمة بتشكيل سكرتارية متابعة قد تعقد اجتماعاتها دوريا وبرئاسة دورية أيضا الرئاسة الأولى ستكون للعراق برئاسة الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية وستعمل هذه اللجنة التنسيقية الوزارية على متابعة المقررات التي تم التوصل إليها في القمة الثلاثية التي عقدت في عمان ترجمة نانسي قنقر